حضراتكم في المحترف خلوكم معنا نبدأ جولتنا الصحفية حول العالم بطبعا صحيفة ماركا الأسبانية أكيد صحيفة ماركا الأسبانية يعني اتكلمت تحديدا على لقاء ريال مدريد أمام باريس سان جرمان في دور الإياب أو في مباراة الإياب في دور الستاشر لدور أبطال أوروبا وكتبت يوما على اللقاء يحلمون بأول الليلة كبيرة لهم طبعا هو إشارة طبعا لأمال باريس سان جرمان وأمال ريال مدريد للوصول لدور التمني الصحيفة اهتمت كمان بفوز بارشلونة على ليتشي 2-1 وكمان أتليتكو مدريد على ريال بيتيس 3-1 في الدور الأسباني وكتبت متوسط بارشلونة لا يخطئ في ألتشي وجواو فيليكس يضع أتليتكو مدريد في مراكز دور الأبطال لسه في أسبانيا مع جريدة سبورت الأسبانية كمان اللي ركزت على فوز بارشلونة على ألتشي 2-1 في الدور الأسباني وكتبت بارشلونة لا يمكن إقافه كمان اهتمت الصحيفة بالشجار عنيف بين مشجعي في ملعب بالمكسيك وكتبت معارقة ضارية في ملعب بالمكسيك جريدة إيس الأسبانية اللي ركزت هي كمان على مباراة على مستوى باريس سان جرمان وريال مدريد طبعا قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة يعني فيه إياب دور الستاشر من دور أبطال أوروبا وكتبت ثقة وشقوق يعني فيه نوع من الثقة ولكن كمان فيه نوع من الشقوق الصحيفة تمت كمان بفوز أتليتكو مدريد على ريال بيتس 3-1 وبرشلونة عاليتشي 2-1 في الدور الأسباني وكتبت عنوان قانون جواو فليكس وتقنية حكم الفيديو تنقذ بارشلونة نسيب أسبانيا وانطير على صن يعني ده صن الإنجليزية تحديدا ركزت على هزيمة كبيرة جدا جدا هزيمة منشستر يونايتد أمام المان سيتي في الدور الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف الجريدة كتبت اليونايتد إلى الأسفل وهزيمة كما كمان ركزت الصحيفة على اتهام أساطير منشستر يونايتد على فريق رالف رانكينج بالاستسلام خلال هجومهم في ملعب الاتحاد الصحيفة اهتمت بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء وكتبت رونالدو لغز الإصابة وزي ما بقول لحضراتكم كان فيه لغز كبير جدا لغياب كريستيانو رونالدو في طبعا الديربي منشستر ما بين يونايتد والسيتي وحننقش ده مع حضراتكم لأنه كان فيه علامات استفهام كتيرة جدا جدا على غياب كريستيانو رونالدو لسه فيه انجلترا مع ميرور سبورت اللي يمكن ركزت كمان على هزيمة منشستر يونايتد أمام جارو منشستر سيتي أربعة واحد في الدوري الإنجليزي وكتبت موغجل يعني موغجل ده طبعا موجهة إلى كتيبة طبعا المان يونايتد نتير ونروح لفرنسا سريعا صحيفة الكيب الفرنسية طبعا ركزت على هزيمة أولمبيك مارسيل في ملعبه أمام موناك واحد سفر في الدوري الفرنسي وكتبت أولمبيك مارسيل يتوتر نروح على إيطاليا وصحيفة توتو سبورت الإيطالية اللي يمكن ركزت على فوز الميلا على نابولي واحد سفر وانتزاع صدارة الدوري الإيطالي بفضل هدف الفرنسي أوليفا جيرو وكتبت جيرو لقب الدوري الإيطالي كمان تحدثت عن فوز يوفينتوس الصعب على السيزية واحد سفر وكتبت كف موراتا دي كانت الصحف العالمية وأن أهم عنوانها هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل ضفنا عن ناقد رياضي محسن للملوم هنكلم على ملفات كتيرة جدا على المان يونايتد على تشامينس ليج والمباريات المطيرة كمان على عودة برشلونة بقوة للدوري الأسباني وهل فعلا الريال يعني حسم الأمور فيه الدوري الأسباني ويعني ده كل ده هنشوفه من خلال لقاءنا مع ناقد محسن للملوم بعد الفاصل